أجرت مجموعة المركبة المدارية ومركبة العودة للمسبار الصيني خمسة منورتها المدارية الثانية صباحا اليوم الأحد ودخلت مدار الانتقال بين القمر والأرض وفقا للهيئة الوطنية الصينية للفضاء وقد أوضحت الهيئة أن أربعة محركات دخلت طور التشغيل عندما كانت المجموعة على بعد 230 كم عن سطح القمر ثم توقفت عن العمل بعد 22 دقيقة وبحسب بيانات المراقبة فإن مجموعة المركبة المدارية مركبة العودة دخلت بنجاح إلى المدار المستهدف وفي وقت لحق ستقوم مجموعة المركبة الفضائية الحاملة لعينات القمر بإجراء تصحيح مداري خلال رحلتها إلى الأرض